مواصلة لمجهودات أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالودي وفي إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب كما كان أفراد السرية الإقليمية لأمطرقات للدرك الوطني بالودي من توقيف ثلاث شاحنات عبارة عن جرارات طريقية تحمل على متنها كمية معتبرة من الإسمنت المستعمل في البناء والأشغال العمومية والمقدرة ب120 طن حيث لا يحوز سواق هذه الجرارات على رخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي على الفور تم تشكيل دورية مدعمة من أجل مرافقة ونقل الشاحنات إلى مقر السرية الإقليمية لأمطرقات للدرك الوطني بالودي السرية الإقليمية لأمطرقات للدرك الوطني بالودي فتحت تحقيق في القضية فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبة فيهم أمام السيد وكيل جمهورية المختص إقليميا اشتركوا في القناة